يعني حادث ازاي كده جريمة ازاي كده اعملها اتعامل معها ازاي انا بتكلم على القانون بتكلم على دولة القانون ايه اللي يمنع يعني انا ما عارضش مش راجل بتاع القانون ولكن على الاقل يبقى في عقوبة تواجه هذه الكارسة العدالة وانا بتكلم على العدالة بتكلم على العدالة دلوقتي هي دي العدالة عقوبة تواجه يعني واحد قتل 23 واخره في الاخر ايه هيدخل السجن 37 سنة وهيخرج عايش و22 واحد 23 واحد ماتوا انا بتكلم اه قانون قانون هو كده باحترم القانون اه لكن بقول طيب نشوف بقى نشوف الصغرات اللي ممكن في القانون نقدر نشتغل عليها كمجلس نواب نشوف تشريع نعمل تعديل نعمل لازم نواجه مثل هذه الجرائب كوارس الطرق تتواجه ناس بتوع النقل زي ان بقول لحضراتكو والله وكلنا بتمشى على الطرق وبتشوفوهم بيعملوا ايه ده بيجر اكتر منك يعني النقل بيجر اكتر من الملاكي بأي منطق ويبقى شايل كام طن وبيجري ما عندوش مشكلة حتى البتاع اللي شيلها دي الحمولة اللي شيلها لو وقت على الناس بتموتهم لو وقت ده احيانا لو اللي واحد بيبقى لما يبقى فيه نقل وشايل امشوا بعيد عن النقل ده ابعد عنه ما انت مش ضامن نقل يخبطك او تقع من عليه الحمولة تدمر لحواليه الامن والسلامة مهم حياة الناس مهمة حادثة اللي قدامكو دي حادثة يعني مميتة لأي حاد حادث صعب حادثة خلينا كلنا يا جماعة ان احنا لازم نبقى يعني اه 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 ما عنديش غير مجلس النواب اللي قدر اتكلم معاه شوفونا مسألة القوانين حادثة عن حادثة حادثة بيموت فيها العشرات 23 واحد وحادثة بيموت فيها واحد كله روح طبعا كله كله في الاخر انسان ولكن بتكلم على عدد ازاي قارن ده بيه بدا مهما ادت العقوبة اكترها ايه اكتر عقوبة ياخدها ايه سجن كم سنة ما عرفش سبعة تقريبا ده يرضي مين يا جماعة يرضي مين والله والله يرضي مين شوف حاجة زي كده تقول يا خبرة بيض زي معقولة اه حصل اهو اه حصل لانه حصل في الاخر عندنا عندنا يعني 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 مشكلة ارجو 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 كل واحد كل واحد ماشي على الطريق يحترم القانون وانه هو ممكن في لحظة ربنا يحمي الجميع ويحميكو جميعا لانا اتمنى لاحد ابدا الا كل خير والله لكن اتمنى من كل واحد ماشي على الطريق يخلي باله بتلاقي ناس ماشية 11 و 12 بالليل بمنتهى السرعة 170 و 180 كيلو بيعمل غرز وهو لقدر الله لما بيتقلب عمل كارسة يخبط عربية وهو بيك طب ليه ما تحترم القانون احترم الشارع احترم الناس لو انت مش خايف عن نفسك خاف عن اللي حواليك ميكروبوسات ميكروبوس ايجري والله مش مهم عايز النقلة مش مهم بقى مين جنبه ومين شماله ومين يمين وكالاكسات طول الطريق شيء صعب جدا قانون دولة القانون بقول انا مش عايز غير دولة القانون والله دولة قانون فقط مش عايزين غير كده تطبيق القانون ولو فيه اي حاجة نقدر نعملها للصالح الحفاظ على ارواح الناس نعملها لانه الموضوع بالصراحة يعني زيادة المادة 238 من قانون العقوبات بتقول ايه من سبب قضاء في موت شخص بسبب مهماله او رعونته او عدم احترازه او عدم مراعاته للقانون والقارات واللواح يعقب الحبس مدة لا تقل عن 6 اشهر وبغراملة تجاوز 200 جنيه او بحدهتين العقوبتين المادة ايضا العقوبة تكون الحبس المدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 200 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه او بحدهتين العقوبتين في حالة خطأ الجاني خطأا جسيما او كان متعاطين المواد مخدرة واذا تسبب الحادث فيهوات اكثر من 13 يعني اللي قدامك هو الحادث ده اخر عقوبته 7 سنوات